احنا برضو عندنا في الاعلام يتاح لبعض الناس اللي هم بيفتوا بهذا الشكل احيان ان هم يتكلموا في المواقع او في الجراد احنا برضو بنتكلم انه الاعلام يمكن ان ينصرف عن هؤلاء او لا ينقل كلام هؤلاء يعني انا لو لقيت واحد بيقول ما يقول مع نفسه لكن لا اروج ليه الكلام هو المشكلة انه لما بنفتح المجال ان يقول هذا الكلام احنا قلنا كان مفرط قبل ذلك ان احنا نحدث ثقافة معتدلة ومنطقية في المجتمع هو العلاج محتاج نظرة كلية دكتور للمجتمع طيب خليني انا مع حضرتك هنا دقاء عيد ديني طيب فيه اعاد الوطنية يعني فيه مناسبات قومية الناس بحققت انجازات فبتحتفل نعم وبعض الناس مثلا هربط داب كمان بحاجة بيه اللي هو العلم والنشيد لانه فيه بعض الطيارات مثلا بخلق ما يوقفش لتحية العلم انا بحيي صنع اماش حتة اماش او بحيي برضو نشوف الدوق ده ازاي او ننظر اليه ازاي المشكلة قراءة النصوص او الفتاوى بعيدا عن الاصول الكلية انا دايما اقول انه الاسلام في قواعد الكلية زي الرياضة اه لما نستمسك بالاصول الكلية احنا لا نلتفت الى هزا ايه الاصول الكلية الاصل الحل لا ننتقل عن الحل الى غيره الا بدليل دي قاعدة تمام الاصل في اشانها حلال اللي هما ترجموها البعض الاصل في الاشياء الاباحة واللي في قاعدة تانية قلناها قبل ذلك ان الاصل في العبادات المنعة والاصل في العادات الحل يبقى انا لو امامشي على الاصل الكل اللي الشريعة وضعته هنظر يا زي الاشياء لان الاصل فيها الحل تمام طيب ايه اللي ينخلني تعالى بقى قبل ما ننتقل ايه اللي ايت كمان هذا يعني هذا الحل اللي هو الاصل اللي هو الاباحة ايه اللي يدعم هذا اللي يدعم هذا اشياء كثيرة جدا منها اني انا لما بجح تفل بانتصارنا في 6 اكتوبر او في اي مناسبة انا بفرح لان هذا خير عاد الى بلدي الى وطني فهل انت تمنعني من الفرحة لا طبع هذه واحدة قرآن يقول وذكرهم بأيام الله ايام الله الايام التي يحدث لك فيها لفيها من الانتصارات فيها علامات فيها من العلامات اه اه طيب انا ما اجي لان نقول الايام ايام الله بس لما نخصص انه هذه ايام الله فيبقى فيها علامات فيها علامات اه الامر التالت انا بعلن باب الوفاء وده مبدأ اسلامي الوفاء ان انا بذكر الشهداء الذين ضحوا بانفسهم في هذا الموقف وبخلت ذكرهم علشان ان المجتمع يبتدي يحدث عنده تفاعل والناس اللي جاي الاجيال الجديدة تعرف ان الاباء وان الاجداد كم ضحوا من اجل هذا من اجل ان تعيش بحريتك من اجل ان يكون الوطن آمنا من اجل كذا وكذا الى اخره فالسؤال الآن ما الذي يمنع من الاحتفال بهذه الايام اعطونا دليل هل جاء نص في القرآن يقول لنا لا تحتفلوا بانتصاراتكم هل جاء نص بهذا لا طبعا هل جاء نص نبه بهذا هل العقل يمنع من هذا انت بتمنع من هذا ليه يقول لك لان النبي طب ايام النبي عليه الصلاة والسلام احنا قلنا الترك ليس بحجه يعني افرد انه انتصر فرضنا جدلا ولم يحتفل ولم يحتفل طيب انت من اين علمت انه لم يحتفل هذه واحدة الامر الثاني هل تركوه الاحتفال يمنعنا من الاحتفال لا طبعا فهي قضايا الوعي الفقهي والوعي انت عارف هيا المشكلة في ايه يا دكتور انه احيانا ده ما بيخليش الناس ما تحتفلش صحية بس بينغص عليهم المسألة طبعا يعني او هو بيبقى فيه نوع من الابتزاز الديني للناس انك انت اه هتحتفل بهذه هتقوم تحيي العالم بتاع بلدك وتقول السلام الوطني بتاع بلدك بس بيظل فيه كده حالة من الظلال اللي هو بتنغيص الحياة على الناس وده اللي مفترض ان احنا نحدث فيه الوعي في الناس